هناك أشخاص يقولون نحن نتابع برامج غناة القمر لكننا لا نحبذ أن تسمع عوائلنا أحاديث هذه البرامج لماذا؟ لأن عبد الحليم الغزي يسيء الأدب حينما يصف مراجع النجف وكربلاء بالأوصاف التي يصفهم بها حينما يتحدث عن الواقع الشيعي الطوسي أنا لا أريد أن أدافع عن نفسي هنا بغض النظر أكنت محسنا في أدبي أم كنت مسيئا في أدبي فأنا لا أعبأ بالآخرين لكنني تعلمت الأدب من القرآن والعترة الطاهرة فأقول لهؤلاء عليكم أن تمنعوا عوائلكم من الاستماع إلى القرآن وأن تمنعوهم من قراءة القرآن لأن القرآن هو الذي وصف بلعم ابن باعوراء بأنه كلب وهذا مرجع من مراجع بني إسرائيل ومن حملة السر الأعظم مراجع النجف وكربلاء لا يصلون إلى ذرة من تراب تحت نعله ومع ذلك فإن القرآن في سورة الأعراف وصفه بأنه كلب والأكثر من ذلك فإن القرآن أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يبلغ هذه الحقيقة في الآية الخامسة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأعراف واتلوا عليهم هذا أمر واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وفي آخر القصة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا هو الذي مثله مثل الكلب وفي سورة الجمعة فإن الحديث عن رجال الدين الذين هم كالحمير يحملون أسفارا وفي سورة الأعراف أيضا كان الحديث عن الذين لا يفقهون مع أنهم يقولون إنهم فقهاء من أنهم كالأنعام بل أضل إنهم اللصوص الذين يأكلون أموال الناس بالباطل مثل ما حدثتنا سورة التوبة القرآن فضح زوجة نبي إنها زليخة تحدث عن فضيحتها القرآن تحدث عن فضيحة زوجة نوح ولوط وتحدث عن خيانتهما وأحاديث العترة الطاهرة تخبرنا من أن الخيانة عند زوجة نوح ولوط الفاحش الزنى القرآن حدثنا عن عائلة النبي ففي سورة يكون الحديث عن عم النبي عن أبي لهب وزوجته وحدثنا القرآن في سورة النور عن واقعة حديث الإفك حينما افترت عائشة وقذفت مارية القبطية بأنها كانت زانية ودعت أن إبراهيم ابن رسول الله ما كان من رسول الله وإنما هو من جريج القبطي هذه فضائح في داخل بيت النبي القرآن يتحدث عنها وفي سورة التحريم كان الحديث عن عائشة وحفصة وفي سورة نفسها كان الحديث عن زوجة نوح ولوط وعن خيانتهما وفي سورة هود القرآن لم يستر النبي لوط في أحرج مواقفه لم يكن قد ارتكب خطأ لكنه موقف محرج وهو يعرض بناته على أولئك اللوطيين أن يتزوج بهن وأن يمارس الواط مع النساء هذه الآية التي جاء بيانها وشرحها في أحاديث العترة الكلام طويل القرآن ليس مؤدبا ولذا فعلى هؤلاء أن يمنع عوائلهم من الاستماع إلى القرآن لأن القرآن ينقل لنا وهو يحدثنا عن زليخة ينقل لنا صورة جنسية مثيرة في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الآية ترسم لنا الأجواء التي حدثت فيها تلك الواقعة وقالت هيت لك هذا تعبير مثير جنسيا وقالت هيت لك هذا تعبير فيه غنج وماذا فعلت بعد ذلك وقدت قميصه من دبر القرآن هكذا حدثنا وحينما تحدث عن والدي خالد ابن الوليد عن الوليد ابن المغيرة وصفه بأنه زنين بأنه نغل بأنه ابن زنة والكلام طويل طويل الكلام ليس خاصا بهذا الزنين ولا خاصا بلوط النبي وهو يعرض بناته على قوم اللواطين قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم في أحاديثنا الشريفة إمامنا الرضا يقول هذه الآية واضحة في جواز هذا الأمر مع النساء لأن لوطن النبي كان يعلم بأن اللواطين لا يريدون مقاربة النساء بحسب ما جعله الله بحسب الفطرة الإنسانية السليمة أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب القرآن تحدث بهذه الطريقة والأئمة أيضا لأجل أن يضعوا النقاط على الحروف وأنا أقول لهؤلاء إنكم أغبياء أغبياء إنكم أغبياء وضالون ومضلون تضللون أنفسكم وتضللون عوائلكم لأنني حين أتكلم فإنني أضع النقاط على الحروف ولا أحبأ بكم لا أحبأ بكم ترجمة نانسي قنقر